موسيح حبائي المسيح هو مسيح إسرائيل أيضا هو مسيح كل العالم هو جاء للتتميم النبوات وعشرات النبوات بتتكلم عن مجيء ودخول الأمم إلى شعب الله المسيح كان لازم ييجي إلى أورشاليم كان لازم يولد في بيت لحم يموت في أورشاليم يعيش في الناصري كلها للتتميم النبوات أجل شعب كان عنده بينتظر المسيح عندهم العهود عندهم الاشتراع يعني الشريعة وعندهم العهد والتبني والاختتان يعني جاء لشعب كان بيستنى فيه وجاء ليجمع إسرائيل أبناء المتفرقين إلى أبناء الله المتفرقين إلى واحد وجاء إلى خراف إسرائيل الضالة من كل الأصبات وبعدين تكلم يعني أنه سيأتونا من المشرق ومن المغرب يتكؤون في حضن إبراهيم وأما بني الملكوت فهم لهم الظلمة الخارجية إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبلهم بعدين إسرائيل لما الرب تقابل مع قائد المئة قال لم أجد إيمان في إسرائيل مثل هذا رح يجو من الشرق ومن الغرب ومن كل عالم وهذا اللي عم نشوفه عم بيجي ليسوع المسيح تعرفوا اقتبس المسيح عن نعمان وعن المرأة حاولوا يقتلوه في الناصري بولوس لما بدأ يتكلم لليهود عن الأمم حاولوا يقتلوه أيضا في أور شليم جاء المسيح بحسب الجسد بالناصل داود في سلالة بيتكلم عنها الكتاب سلالة نسب المسيح لتتبارك في المسيح كل قبائل الأرض وبتشوف هاي في الرسائل في روميا وغلاطيا بكثرة حتى في ولادة يسوع المسيح بنقرأ عن سمعان الشيخ شوف شو بتكلم سمعان الشيخ بيتكلم عن نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل بعدين بيتكلم بقول عيناي أبصرطا خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب فواضح أحبائي من حتى بداية مجيء يسوع المسيح هو جاء مش بس لإسرائيل جاء إلى كل العالم كان لازم يبتدي باليهود لأنه كان الله عم بعد فيهم لكن الرسالة وصلت إلى كل العالم ملاحظ بكل المأموريات التي تكلم بها يسوع المسيح كانت لكل العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر